تصوير إرث لبنان مع ثلاث شباب هيويتهم تصوير رح نتعرف أكتر على هالمشروع يلي عم نقوم فيه معنا أحمد دياب إبراهيم شري وكريم أبو الجود أهلا وسهلا فيكن رح بلش مع كريم كريم هيدا المشروع إمتى بلش اختصاصاتكن يعني طبيب وممرد وغرافيك ديزاينر يعني بعيدة نوعا ما عن التصوير ولكن إرث لبنان هيتو بيستاهل هيتكن شفتوا أشياء كتير حلوة وحبين أن تحفظوها خبرنا شواء يعني أكيد هلأ من ناحية إرث لبنان بيستاهل أكيد بيستاهل نحن بلاش الموضوع معنا كنا عم نصور فوتو شوت وسين من شورت موفي وصعبة أنه كان بمحل مهجور ففجأة العين حالنا وصرنا عم نترك التصوير نترك الموفي وعم نتجي عم نصور المحل اللي كنا فيه هلأ شوي وشوي صرنا ندور على عيون لهذه المحلات وين في أماكن مهجورة بتاع في أواد تكون مخبيين هؤل المحلات فصرنا ندور على عيون ونصورون ولاقوا عجاب يعني من العالم إبراهيم وين ما كان فيه أشياء حلوة بس يمكن مش دايما قدري أنه صلى كمان كل منطقة من روح هلأي عم نلاقي مطارح مخفية كتير يعني عم ننسأل أيام أهل المنطقة أيام نعرف رفقاتنا نحن مثلا عندكم من ضيعة فيه مطارح بين بيسالوا أهلهم كمان أنه هل بيوت عطا مكون مخفية كتير لدرجة أنه يا مهجورة من قبل عيال أو متروكة يعني محدة بيعرف إلا صاحبين البيت فقد ما فينا مندور كل مرة على مناطق ومنسأل قدمة فينا حتى قدمة فينا نستفيد من البيت المهجورة اللي فيه غراط كم متروكة ما يكون فاضي يعني فقد ما فينا مفتش أحمد هالمغامرة لكن إمتى بلشت؟ هاد المغامرة بلشت من سنة وشوي تقريباً تقريباً وقد نحبيناها فتنا فيها يعني للعمر احنا فيها وصلنا للمكسيموم يعني سلنا كل وقت فراغنا نعبيب التصوير أو بعد الدوام شو بدنا نعمل الشباب يلا مروح منصور دايماً بتكونوا سوا دايماً ما نكونوا سوا قليل ما نكون كل حداً لوحال يعني إذا كنت أنا مارك بمنطقة أو برهيم أو كريم وشفنا شي منصوره بس لا مننسق وقت محدد ومننطلق ثلاثتنا يعني مغامرة حلوة نحن نشوف بعض الصور ونشوف شو نتيجة هالمغامرة وين يعني الصور بعدين وين بتحطونا على السوشال ميديا أو نعم نحن نحن أكتر بلاتفور ما نستعمل هو الانستغرام كل حدا منا في عنده البيديش تبعوا له وأكتر بلاتفور ما نستعمل هو الانستغرام بما أن هو يعني الانستغرام معادته ما يكون يعني ستريت فورورد بهالأمور وبيتلاقوا أكتر يعني وعم نشوف أنه مش أنه بس بيوت كبيرة أو مناظر يعني طبيعية أو إلى آخرية حتى الزوايا الصغيرة ممكن تكون يعني في فن التصوير هون اللي بدوا يفرجينها الزاوية بطريقة هيك تفسيلية هون كل واحد بيعطي طريقة هو كيف يصور يعني بيخدها من الزاوية معينة ليفرج جمالية المطرة هاي دي وين؟ هاي بتياتر بيروت بالداونتاون هاي كريم مصورة حلوة كثيرة مثلا هاي دا البيت بالأشرف بالجم مايزة هاي دا البيت خدنا أزم من المختار المنطة وقتها كان ما تروك مثل ما هو هاي دا الفارماسية بقلب الحمام بتكون فيها أدوية فيها كل شيء هاي دا أحمد دا مسورة هاي دا منطق يدين الصلح كمان كان هاي دا البيتلاس هاي دا منو أكسيسا بالفرهوني فتنا عليه أنا وكريم بوقتها واضطرنا أنه نطلح تالي عبد زعب روات زعبرنا شوي يعني مش كتير طرنا نطلح أنه ما في مطرح نفوت بس أكيد ما منعتمد ولا أسلوب تاني غير طبعا كلها يعني أبنية مهجورة أو أماكن مهجورة كلها كمبليت اللي بتكون مهجورة يعني ما في شيء أبدا هاي دا معبد يهودة بحمدون حلو كتير فأزا شو اللي عم تكتشفوا أداية عم تكتشفوا أشي قدي عم تكتشفوا من التاريخ فأزا هلا هذا سرع عندكم يعني حب تتطلعوا على تاريخ هالأماكن تارفي كاتي قوات كتير نحنا منفوت على محال عنا هاكي أول ربع ساعة تلت ساعة بس عم نطلع لنشوف شو صار هون يعني كيف كيف وصل هيدا المحل لهيد المرحلة من مهجور بهالشكل هيدا فتنا على محلات مهجورة بطريقة كتير غريبة يعني دايما بيكون عندك هول الأسئلة مش دايما بيكون عندك أجوبة عليهم قوات منسأل حدا من المنطقة قوات منسأل منحاول نعم نسأل على الموضوع أنه عن تاريخه لهيدا المحال يعني فيه فيه أوقات بتحسي أنه فيه له تاريخ معين يمكن كنا ندرسوا بالكتب حلو أنه تلميزنا اللي عم يدرسون بالكتب يشوفون يعني حدا مثلا فتنا على أسر بشارة خوري طرعونا ندرس بالتاريخ عن بشارة خوري هلأ فتنا على الأسر اللي كان فيه مصحنا عكل حال في بعض الصور بتقول أنه هالناس تركوا على غفلة كمان آه فيه 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 مطارها يعني فيه أساس ممكن أنه سيناريوات ممكن أنه حتى ظهرين من المطرح هيدا فيه قتل ببرمانا نهافتنا عليه كمان كان كل شيء متروك متل ما هو الأكل الصحون فهيكنا مستغربين أكتر الواقظ أنه شو ساير هون يعني مش متروك وعلن فلت فلت فجأة يعني فكل مطار حم يكون نقول له قصة حلوة عم بيكون قدي فن العمارة عم تكتشفو كمان فن العمارة بلبناني اللي منوع كتير وكان متطور بفترة كتير هلأ فيه مطار حم نروح عليا عم بتكون نحنا عم ننصدم بالفن العمارة اللي كان موجود يعني يعني فيه اشي عم تتجدد بس بعدها محافظة على التراث القديم بينعملها رينوفيشن بس بطريقة كتير مرتبة ما نحنا ضد انه ينعمل رينوفيشن لقصص تصير كتير جديدة يعني بطل بتدل على الأساء على التراث وعلى الاشياء الأثرية اللي بلبنان وخصوصا هيك مطارح منسية يعني ما حدا بيهتم منها يعني بتلاقي العالم انه بتعتمد لتخربها لتكسرها فيه كتير مطارح مفوت عليها فيها زبالة فيها اشي مش مزبوطة يعني بتلاقي تكسير بتلاقي بتكون هي مانا مكسرة بكسرها يعني عم نشوف كتير اشي غريبة صراحة بس نحنا عم نطول بالنا كتير وبلس انه اوقات عم نفوت على مطارح ما عم بتكون كتير سيف يعني اوقت عقشة منسقفية متل ما كنا بتهاتر بيروت انا وكريم وقع من السقف اشي هيك خشب صغيرة مزبوط يعني بتلاقي قصص بدنا فيها ريسكي مانا كتير امنة بصراحة بس لانه منحبها عم نخوض فيها ايه بس نتبق نرجع منشوف بعض السوار يا فيه سوار مزهلة يعني فعلا انه واحد يكون موجود بها المطارح اللي انتو عم تاخدوا كمان عا كل حال التصوير صرتوا متفننين في بطل هواية باين انو الضو واللون كل واحد منا هلا هو بصار في عنده ابتكر طريقة بالتصوير ابتكر طريقة بالشغل على الصورة هلا شو ما كانت الكاميرا اللي عم نصور فيها بان هي عندك الوان عندك ديتيلز عندك اشياء كتير انت بدك تبينيها هادي بانشغل عليها هلا نحن ما منزيد شي بالصور اكيد نبرز الجمالي اللي فيها يعني يعني معظم الوقت منبقى عم نصور شغلة وعم نتخيل كيف حتطلع بعد يعني بعد ما تخلص شغل بالصورة وكل واحد منا صار في الو تطش معين بالأدت بالشغل على الصورة طريقة التصوير حتى كل واحد منا صار الو طريقة معينة في صور وفي لوحات يعني لوحات اوقات ممكن واحد يفكر مرسومة ولا مصورة يعني هل قدي شي حلو حسب الادت اللي بصير بالصورة نحن فيه ابليكيشنز المشتغل عليهم بيبينوا الصورة بطريقة مختلفة بين حضن وحضن ممكن عم نصور نفس الصورة بس كل واحد عنده طريقة مختلفة بالادت تابعه فبتبين اوقات لوحة اوقات بين لأ بس ادت حسب طريقة الشغل اكيد هاي دي وين اللي كنا عم نشوف الصورة اخر صورة شفناها فريد سرحال فريد سرحال مجزين فريد سرحال هاي دي الصورة ايبا كل المناطق بلبنان مسحتوها ولا بعض شي مناطق؟ كتير مناطق بعض بس فيك تقولي بلشنا بلشنا من الجنوب نحنا جنوب شمال بيروت يعني وان ما عم نعرف صراحة الو كيشن عم نسأل نحنا كتير من نسأل كمان بس حضر عم بدلنا دغري عم نطلع يعني مع من نايم الموضوع دغري عم بفوت فيه وخلص بدنا نكتشف هذا المطرح يمكن صاروا الناس هنه بيتواجه صار هنه بيساعدونا بيبعطونا هنه اسماء فيها البيت لو شوفوه هالمنطقة فيها هيك بس صعبة مش هينه فيه ناس تسألنا حتى لو عطونا اسم البيت أو هيك مش هينه تلاقيه البيت مش هينه تلاقيه نظننا نفتش يعني وطلع بالوقت بكير على نستفيدنا الوقت والضو لنلاقي المطرح انه يكون مخبي بمطار بالبلديات بالرعاية بالمباري نسأل بس مش الكلمة وخبر بيكون فيه ان البيوت فيه اقوات مسأل مثل جزدين مسألنا تسألنا دقيت للمختار ولرئيس البلدية لحتالي اعرف كيف بدنا نوصل للأسر بقى ما كان فيه هيك تجاوب مظبوط ساعتا نحنا طلعنا واكتشفنا الحالة وطلع انه العالم كلها فايته قبلنا في كتير عالم فايته ونحنا رجعنا نفتنا بكل بساطة كانت الأمور كتير سلسل نحنا كنا فاكرنا معقد كنتوا فاكرنا السعود فنحنا بس طلعنا على الارض يعني مشينا بالفيلد خلاص قلنا بدنا نجرب حظنا طبعا عم تكتشفوا يعني اماكن ويمكن كل الاماكن ضروري انه تكون عم تحفظ يعني تراثية صارت فيه اماكن محفوظة ولا كلهم مش محفوظين فيه اماكن محفوظة يارات كلهم يكونوا محفوظين هلا من ناحية حفظهم فيه اشياء بلا بتبقى ممنوع تنهد وهيك مصنفة يعني فيه اشياء لا بتفوت عليها بتشوف تخريب التعمدي يعني مثلا كذا ما حال فتن عليه بتشوفي الاناطر مكسرين العواميد طبعا بهدف انه يوقع لانه خلاص بس بس يبلش يصير في يعني بيوقع حاله يصير في مجال نعمر غيره فيه مجالي يمكن للجرف او شي من هالنوع فيه اشياء لا بتبقى لانه هي العيال قرص فيه مشاكل علاية متروكة متل ما هي مع الوقت هي بتبلغ عن جد هي بتصير بتقع حاله يعني كل صورة عندها قصة رح نتابع مع الشباب ومع الارث اللبناني يلي عم يحفظ بها الطريقة بعد هالواقفة وانا وقت كتير قصير احمد اخر كلمة للمشاهدين انا بدي اقول انه كل انسان عنده هاي ده الموهب الموهب التصوير يكتشف ويعرف شو في عنا اشياء بلبنان حلوة وما يتردد ابدا بالعكس ينبش ويروح ويدور يعمل بدوية لانه في اشياء بتستاهد في اشياء بتسطل لان صراحة انا بديت شكركم شكرا الانتفي على الانترفيو وما رح زيد اكتر من هيك اهلا وسهلا فيكن كريم انا اخر رسالة لقالي بس يريد هنا نحافظ على هول المحلات يعني هي بتقرجي تراثنا وهويتنا ويريد حتى اللي عنده نفس الهوية مثلنا بس يفوتوا ما يكون فيه لا تخريب لا تكسير لا خلع ولا اي نوع من الخراب بهول المحلات لازم نحافظ علينا وما حدا يخاف انه خلي الشباب بيفوتوا لعن هدفهم الاساسي بس انه يحاول نحافظ على القليلة بالصورة نحافظ على الارث لبنان نحنا بس بدنا نفرج الصورة الحلوة عن لبنان ما بدنا نعمل اي شي تاني بالعكس بدنا حدا نشجعنا على هيدا الموضوع نعم احمد دياب ابراهيم شري كريم ابو جود اهلا وسهلا فيكن انا كمان بدي ذكرونا على انستغرام ادرين الكلي يشوفوا صوركم وي تابعوها حلو كتير يلي عم تعملوه حلو كمان الشغل عم ينشغل باللو بالأدتينج عم ينشغل بطريقة كتير حلوة وكتير فنية شكرا لكم لوضعنا خليت سؤاتنا اليوم بي ام تي في الايف موعدة جديد بكرة مع الايف جديد باي باي موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة